قد جاء في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وأنه أدخل الجنة والنار فكان مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر بأن رجلاً كان يؤتى بحديد ومكالب فتوضع في شقه الأيمن ثلاثة رؤوس أحدها في العين والثاني في الأنف والثالث في الفم فيأتي من يأتي فيجرها حتى يصل شقها إلى أصل رأسه ثم يأتي إلى شقه الآخر فيفعل به مثل ذلك فإذا به يعود شقه الأول إلى طبيعته فيعود إلى شقه الأول فيفعل به مثل فعله الأول فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستمرون معه على ذلك ثم أخبر أن السبب في هذا هو أن ذلك الرجل كان يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق فهكذا محدث هذه الإشاعات ومن الأمور المحرمة في هذا الباب ترويج الإشاعات ومحاولة نقل هذه الإشاعات للآخرين وإذا كان غالب الظن في أن الإشاعة كاذبة فإن تحريمها يكون أشد إثما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع مما يجعل على الإنسان واجبا يتعلق بأن لا ينقل حديثا إلا إذا تأكد من صحته وتأكد من كونه يجلب الخير والنفع للآخرين وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي للاحقتكم المشقة شكرا